خير إن شاء الله إيش بقالب وجهك كذا ما أدري سحسني مشتت وقرفان ولا لي ينسى سوي شيء بس 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 لو ترتب الخربطة ذي الموجودة حولك بتشوف الفرق رتب الغرفة يا أخي هذا الكلام كيف كنت عايش أول قايل لك يا أخي هذا الكلام كيف كنت عايش قبل القناة ذي برضو قايل لك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حياك الله طوال الفتر الماضي وأتكلم عن أسبوع الماضي لقيت أنه أدائي في إنجاز مهامي الشخصية والأمور اللي أنا ماشي فيها تأثر بشكل كبير ومن يوم ما رجعت من السفر من جدة للرياض في الرياض بيتي ومكتبي لقيت أنه ما في إنجاز حقيقي سويت وفيه كثير من الأشياء معلقة أحسن فيه حاجز بيني وبيني أني أمسك اللابتوب وأبدأ أشتغل أني أروح أحرك الأمور أكثر وهنا أتذكرت تغريدة لإدارة ناجح كان يقول أنه الخطوة الأولى اللي تسويها لما تحس أنه أدائك تأثر ودينك وبين العمل أو المذاكرة أو المهمة القادمة حاجز أنك ترتب المكان اللي أنت موجود فيه وهذه واحدة من قواعد الإنتاجية رتب مكتبك رتب غرفتك رتب الصالة رتب الزاوية اللي أنت جالس فيها رتب ومن هنا بدأ الترتيب وفعلا لقيت أنه كثير من الأشياء كانت معلقة الكتب الدولاب لسا ما ترتب فيه دروع جاي من اليوتيوب لسا ما علقناها ففي تفاصيل كثيرة لا لا والله من أول معلقة ومن أول هي قدام عيني وأسوي نفسي مني شايفتها قبل أكمل معاك التجربة ودي أسألك سؤال المكان اللي أنت موجود فيه ولا توقع أغلبنا أغلبنا ممكن قاعد تفرج هذا الفيديو وهو في بيتك البيئة اللي موجودة حولك لما نطالع فيها بايش تشعرك هل هي فعلا بيئة مرتبة وتشعرك بالراحة بالطمأنينة ولا مشربكة ومخربطة فتحس بشيء ما تشتت وإن شعرت الآن كذا بالراحة أنا متعودة على هذه الشتات ولكن تأكد تماما الموضوع مو بس مرتبط بزعلة الوالدة علينا ولكن المشكلة أعمق بكثير التشابك اللي تبدأ تشوفه في حياتك ومحيطك يؤثر على ذبذبات الدماغ ويسبب بدرجة كبيرة قلق وتوتر بل أنه الغرفة الغير مرتبة تسبب عمى الشخص في محيطه ركز معايا أي نعم نقصد عمى ليس بالمعنى الحرفي ولكن في واحدة من الدراسات عام 2010 أجروها على 24 شخص جوا واختبروهم بجهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي الفنكشنل اماراي اف اماراي وفي نفس وقت تصوير أدمغتهم بدأوا يختبروهم على مجموعة من الأنشطة لتتضمن البحث البصري في غرفة غير مرتبة وبدأوا يجدوا أنه بشكل منطقي يعني كل ما قل ترتيب هذا البيئة كل ما وجد الشخص صعوبة في القيام بهذا النشاط مما يؤثر على تركيزه وقدرته على اتخاذ القرار لأنه خلاص ما هو قادر ركز في شيء فمناطق الدماغ المسؤولة عن المعالجة البصرية تتأثر بشكل واضح حينما تكون في بيئة غير منظمة وطبعا لما تصير هذا بيئة منظمة مرتبة تبدأ تترتب الأمور فلذلك واحدة من قواعد الانتاجية يقول لك أنه لما ترتب مكتبك حط أهم الأشياء اللي تحتاجها جنبك بحيث أنه يسهل الوصول لها المفروض أنك وقت ما تذاكر يكون القلم موجود هنا تكون الورقة أيوة حينما تكون موجود في غرفة فيها ورقة وفيها قلم وفيها كل اللي تحتاجه لكن والله القلم طايح هنا والورقة هناك فهذا هو اللي فعلا يبطئ عملية التركيز بالنسبة لك يعني لما تبدأ وتقول أوه لا يا شيء قبالها يعني خلاص هي لما أدور راح ألاقي مجرد وجود هذه الفكرة بحد ذاتها أصلا بسبب التوتر عند الواحد فضلا يعني أنها تكون موجودة ومرتبة أمامك فلما ترتب أقرب بيئة حولك أنت بكذا تقلل الضغط فبالتالي تزيد انتاجيتك وتزيد ثقتك بنفسك لشعورك بالمسئولية فبالتالي تلاقي سبحان الله الأمور تبدأ تمشي بشكل سلس بداية من ترتيب الغرفة أتوقع كذا الموضوع صار مقنع وواضح خلينا الآن نبدأ ندخل في أهم النصائح اللي تفيدين وتفيدك قبل ترتيب البيئة وقبل ترتيب الغرفة واحدة من الكتب الممتعة في هذا المجال مجال تنظيم وترتيب أكثر مكان المفروض ترتاح فيه بيتك وغرفتك هذا الكتاب اسمه 10 منت ديكلتر التنظيم في 10 دقائق القاعدة الأساسية اللي بني عليها الكتاب هو عكس اللي إحنا قاعد نسويه اليوم وهو يقول لك أن المفروض ترتيب الغرفة مو المفترض أنه يكون بشكل فصلي بشكل موسمي ولا بشكل شهري المفروض يتكون عادة يومية لأنه الهدف من هذا الترتيب هو تخفيف الضغط والتوتر بالنسبة لك فبالتالي النصيحة الأولى أنه جدول هذا الترتيب خصص كل يوم 10 دقائق ويقول لك هذا الكتاب أنه ركز على زاوية معينة في غرفتك وفي مكتبك تعتقد أنها اليوم هي الأحق في التنظيم و10 دقائق وشكرا النصيحة الثانية ابدأ بأبسط شي لا تروح لتحت السرير اللي مليان بلاو بالسنين كمالي آدم يطلع من تحت السرير روح للأماكن البسيطة رف شي بسيط شي سهل تبدأ من خلال ترتيب بيئتك النصيحة الثالثة تركز على منطقة واحدة في وقت واحد لما تبدأ تشتت نفسك هنا وهناك فعلا ما رح تشعر بقيمة وهدف الترتيب هدف الترتيب أنك تخفض الضغط والتوتر اللي عليك فبالتالي لما تبدأ تركز على زاوية وحدة قبل تنظفها 10 دقائق شي بسيط ثم نشوف كيف صار منظرها بعد شكرا واليوم اللي بعد وشي آخر وهكذا وهكذا أنا بالنسبة لي لا طحنتها كلها لكن مبدأ خليها كعادة بإذن الله تقريبا الدولاب بشكل كبير انتهى لا والله انتهى تقريبا وهذه كمية الأشياء اللي يبقى لها تصريف النصيحة الرابعة أنه تخصص لك أربع أكسام بقي أشياء تتركها تحتاجها بيع أشياء تحتاج لك تبيعها لو كانت غالية فخلاص تبغى تصرفها تبرع أشياء تبغى تتبرع فيها وبحالتها جيدة أو أشياء مستهلكة فتضطر أنك ترميها هل هذه الملابس كلها ألبسها؟ الجواب لا طيب الآن التنقية بسم الله الرحمن الرحيم فاكتشفت يعني أنه فعلا فيه كمية أشياء موجودة في الصالة كلها أحتاج أنه أخزنها وأفرزها وأشياء كمان أحتاج أنه أصرفها وتمت بحمد الله فاكتشفت أنه أكثر شيء موجود عنده في البيت هي العلاقات هذه العلاقات إن شاء الله بتروح للمغسلة والله هذه لا هي تفرع ولا هي بيع بس بنردها لصاحب المغسلة وعلى الله عدد يستفيد منها لكن فعلا تلاقي أنه كثير من الأشياء وهذه بالنسبة لي واحدة من القواعد ومن الأسئلة الصعبة هل هذا الشيء يبقى ولا أصرفه؟ خلاص هيا بصرفه وأعطيه عزيز يحتاجه وأخزنه في مكان ثاني برسله جدا بس هل يقعد ولا يروح؟ فكانت القاعدة بالنسبة لي أنه أبغى كل شيء في الأستوديو فعلا شيء أحتاجه على الأقل بشكل أسبوعي ما ودي عيني تطيح في شيء ويكون داما موجود قدامي وأنا فعليا ما أحتاجه أبدا إلا التذكارات مثل دروع اليوتيوب كده ما أبعد كل أسبوع عمسك دروع اليوتيوب وغير مكانه لكن خلاص هذه الأشياء بسيطة تذكارية لكن المفترض أن كل شيء آخر في الغرفة من أقلامه وأدواته وأوراقه وأغراض كاميرا لازم يكون شيء يحتاجه خصوصا لو كان وضعك مثل وابعي غرفة صغيرة وصالة والستوديو بسيط فالمفترض أنه ما يكون مليئ بالأشياء اللي فعلا ما تحتاجها النصيحة الخامسة أضع الأشياء في أماكنها هاشتاك بديهيات يعني أكيد ستضع أشياء في أماكنها ولكن اللي يصير معاي ومعاك أنه حيانا يكون شكل الغرفة وشكل البيت مرتب فتيجي عند المكتب بدلاً ما تحط القلم في كاسة تبدأ تحط القلم هنا فيكون كذا قلم هنا مرتب واحد اثنين ثلاثة وكل شيء الآن قدامك كذا مرتب ومنظم ولكن القلم مكانه الأساسي مو هنا فبالتالي هذا النوع من الترتيب يخلي الغرفة ترجع فوضوية بشكل أسرع فهذه فكرة بس من النصيحة أنه يتأكد أن القلم يكون في مكانه الصحيح ولما تأخذه ترجع وتحطه في مكانه الصحيح وليس يكون مرتب بس في مكان مو المفروض أن يكون موجود فيه النصيحة السادسة كافة نفسك بعد هذا الإنجاز واحدة من أمرز الأشياء اللي أذكر أنه كنت دائماً كافة نفسي لما أسويها أنه بعد ما خلو الصرتيب أبخر أحبري حتى بخور فأبخر الغرفة وأذكر حتى أيام زوان اللي كنا نرتب وشعور البخور مع ريحة الديتولي اللي توق يعانف هذا الشعور خليط هذا شيء صراح يجب للجنان يعني فالمكافأة اللي اخترتها في هذه المرة وليكنت أصوير هذا الفيديو يعني من النوادي لأنه أصوير بيته وأنه أرتب هذا الطريقة النصيحة السابعة وهي نصيحة دائماً في بناء أي عادة أنه تتبع هذه العادة حط لك ورقة وأنت تتبع أنه تم ترتيب الغرفة اليوم زي بالضبط الأوراق اللي يحطوها دائماً في تبرات المياه مثلاً حق المطاعم أو الفنادق دائماً تلاقي فيه قائمة بأنه خلاص تم التنظيف السبت صباحاً ومساءاً الأحد صباحاً ومساءاً وهكذا فبتالي لو عندك زي هذه الورقة برضو كمان راح تكون مفيدة جداً جدول أنه خلاص اليوم تمت العادة تمت العادة ترتيب السرير أول ما أصحى ترتيب المكتب ترتيب الزاوية هذه تم 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 فبتالي يكون الترتيب هو جزء من العادات وكان هذا هو هدف الكتاب أما النصيحة الثامنة والأخيرة فهي استمر عشر دقائق كل يوم هي فعلياً تفرق في حالتك النفسية والمزاجية بإذن الله تعالى فتؤثر على انتاجيتك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقدم على كل ما ذكرناه في هذا الفيديو عن النظاف الشخصية السواك مطهرة للفم مرضات للرب التوصيب بالاقتصال يوم الجمعة هذا على سياق النظاف الشخصية وكذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهروا أفنيتها ففي تفسير هذا الحديث يقول أحد العلماء أنه الفناء هو الأرض المتسع أمام الدار فإذا كانت التوصية أنه ننظف الفناء اللي قدام الدار فما بالك بالدار نفسها فالتوصية وصلت لهذا البعد فبالتالي الأولى أنك تنظف الدار والغرفة والمكان اللي أنت موجود فيه واحدة من الأشياء اللي كذلك مهمة هو ترتيب البيئة الرقمية بالنسبة لي بدأت أفضل فيديوهات شوية بدأت أحذف أشياء كثيرة وفيديوهات كثيرة من الواتساب كذلك رجعت أبني النظام الرقمي اللي هو عقلي الثاني على نوشن وبدأت أرتب إدارة الفريق معايا كذلك على طريق نوشن لأنه كثير من الأشياء كانت موجودة على مواقع أخرى وأدوات أخرى وصراحة بدأت أحسن أن الموضوع بدأ يخرج خارج السيطرة أو هو خرج خارج السيطرة أصلاً فبدأت أرجع الأمور كلها في مكان واحد أثق فيه ويكون هو مرجع الأساسي لترتيب جميع عمالي واحدة من أكثر المحتويات اللي أحب أن أشوفها قبله بعد قبله بعد ترتيب الغرفة قبله بعد ترتيب المكتب ما هو تغيير الديكور بشكل لا حتى لو ترتيب بصير فشاركني لو أنه متحمس صراحة أشوف نتائج الفيديو هذا لو حبيت يعني فشاركنيها بمنشن على ستوري في إنستجرام ولا على توك توك أو على تويتر أو أي أن كانت المنصة اللي تشوفها بمناسبة متحمس صراحة أن أشوف تطبيقك قبل وبعد أو على الأقل شاركها من تحب ومتحمس كذلك أشوف تعليقك اللي سألتك عنه في البداية كيف البيئة اللي أنت موجود فيها الآن الديني بفعلا رأيك بكل صدق أتمنى لك بيئة مرتبة وحياءة ترتتيب في أمان الله تم بحمد الله هذه النتيجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر